شبابنا الحقيقة بيفرحنا دايماً وبشرفنا في كل المحافل والمؤتمرات الدولية أخرها المؤتمر الدولي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة كوب 28 للتغير المناخي لانعقد في دبي كان فيه مشاركة لأول مرة من وفد مصري تفاوضي من الشباب الشباب المصري اللي شارك عبر عن مواقفه في مفاوضات حول التغير المناخي وكان ليه رأيه مشاركة إيجابية وفعالة جداً في مؤتمر المناخ احنا محتاجين نعرف تفاصيل من أكتر من اتنين بقى من أصغر أعضاء وفد المفاوضين لمؤتمر المناخ مدونة عبدو وسلمة شريف سواحة خير يا بنات من أمرنا أهلاً وسهلاً بيكم طيب في البداية كده عايزة أعرف بقى الاختيار فكرة اختيار وفد تفاوضي وتروحوا وتتكلموا وانتوا اتنين أصغر المشاركات عايزة أعرف القصة كلها مش ازاي طيب ابتدت الأول احنا كنا قدمنا ان احنا نبقى جزء من لجنة استشارية وطنية فاللجنة دي كان قدم عليها ناس كتيرة جداً واحنا اختارونا من تقريباً أكتر من 1800 أفليكيشن قدمنا داي يعني عرفتي ازاي شدتوها من امتى طيب هو يعني كل حد كني قصة مختلفة لانها ازاي شوية بس انا كنت لقيتها لان انا كنت اشتغلت قبل كده مع وزارة الشباب والرياضة كنت جزء من الكوب 27 نيوز تاسك فورس فانا كنت قريدي متابعة اللي بيحصل رحكوا منزلين وقتها كان نازل على البيتج بتاعي اتوزارة الشباب والرياضة وكنت لقيت الابليكيشن وحبيت ان انا شارك لان يعني مش كتير قوي ما بنلاقي حاجات يعني ناشنل لموضوع المناخ لسه بس الوقت يا هواين يعزينا بنبتدي تمام مادونا تمام هي نفس الفكرة احنا كنا بنقدم ولقينا الاعلان بتاع اليوز تاسك فورس كان السنة اللي فاتت كان بدأوا الشباب ان هما جيت انفولفت اكتر في كوب 27 انا برضو كنت موضف كوب 27 بس مع ديليجيشن تانية وانا عندي الانيشيتف بتاعتي اللي هي بتشتغل على الكلام تشينج فانا قريدي انفولفت في الحتة دي فلما لقيت اعلان الشباب والمناخ على لينكد ان قدمنا كلنا كنا حوالي 1800 شخص من الشباب قدموا مورينا بفلتريشن بروسس طويلة شوية كان فيه الابليكيشن ما كانتش سهلة فكرة التصفيات اللي او التصفيات بدأت في الاول بالابليكيشن خلال ان احنا نقدم سرور الابليكيشن بعد كده كان فيه انلاين انترفيو لناس فلتر من 1800 لهم كانوا حوالي 50 حد كان منظمات كتير بتشرف عليه زي اليونسوف زي وزارة الخارجية ناس من وزارة البيئة ناس من وزارة الشباب من حاجات مختلفة كمان من اليوان بعد انلاين انترفيو دوت تعمل لنا انترفيو تاني لعشرين شخص بس من اللي اتخذوا من الخمسين اختاروا منهم تسعة احنا كنا من ضمن التسعة اللي هيسافروا ومش بس احنا هنسافر احنا كلجنة شباب المناخ احنا مكملين اكتر من سنة او يعني حوالي سنة ونص تقريبا ان احنا هنعمل اكتافيتيز كتير هنحاول نجات الشباب ان هم يجيت انفوفد اكتر كمان في موضوع المناخ سلمة مادونا عملوا انجاز عظيم جدا حاجة عظمة على عظمة ما شاء الله عليكم وبجد يعني حاجة تشرف جدا ان كنتوا تعدوا كل المراحل دي لغاية ما تشاركوا وتمثلوا وتحملوا اسم مصر في مؤتمر كوب 28 في دبي قبل ما نروح هناك بقى ونتكلم على التفاصيل والجلسات واشتغلتوا ازاي وايه كان دوركوا كوافد تفاوضي مهم جدا لاستعداد قبل كوب 28 استعدتوا ازاي هل كان في دورات معينة في برامج معينة اشتغلتوا فيها على نفسكوا قبل ما تسافروا كوب 28 سلام احنا مرينا بمراحل كتير جدا من التدريب احنا كان في تدريب اونلاين وكان في عبارة عن سيشنز مختلفة عن كل التوبيكس المختلفة في المفاوضات نفسها والاساسيات كلها بتاعت كوب وبعدين كان في معسكر مغلق خمس ايام كنا كلنا وقتها عادنا مع بعض وبرضو خدنا تاني كورس مكسب عن كل النيجوشيشنز والسيستم محكاة للحاجات محكاة للحاجات محكاة للحاجات مرحلة من التدريب وعملنا سيمياريشن عشان نبقى برضو فاهمين اكتر احنا من جوه شكل البروستس نفسها تبقى عاملة ازاي ازاي كدونا كشباب هيبقى ايه جوه المفاوضات وده بصراحة اسهم كتير فاهمنا هناك كنا من اكتر الناس الوفود الشابية اللي فاهمة كويس هي رايحة تعمل ايه اللي فاهمة ايه اللي بيحصل كويس وانفولفد في كل طابك لان احنا برضو تقسمنا طابكس يعني كل حد فينا جوه المفاوضات كان مسك طابك مختلف عن التاني فكنا يعني في حتة معينة طيب انا حسنا حتى نكلم في الموضوعات ورؤوس الموضوعات من غير معرف انتوا ايه اصلا اللي خلاكم مهتمين ناحية الشغل في التغيرات المناخية وفي مؤتمر المناخية يعني دراستكم ايه انتوا بتعملوا ايه بتشتغلوا ولا لأ عمركم السنية دين تفاصيل يا سلمة ويا مدونة طيب انا فتلت اعلام جامعة قهرة متخصصة في علاقات العامة والاعلان انا لما ابتديت الاول اللي دخلني اصلا في موضوع مجال التغير المناخي هو انا كنت الاول رحت كان فيه السنة اللي فاتت قبل كوب 27 كان فيه حدثة عمل انا كنت بترجم فيه فانا كنت بترجم السيشنز عن التغير المناخي بس ما كنتش لسه متعمقة قوي انا بس بترجم بعدين حسيت ان لا فيه موضوع يعني حسيت ان فيه حاجة بتحصل فابتديت ان انا اقرأ اكتر وبعدين بقيت بقى جات الفرصة ان انا بقى جزء من الكوب 27 نيوز تاسك فورس ومنه بقى ابتديت اشتغل وبعد ما حضرت كوب 27 حسيت ان انا عايزة ابقى جزء من اللي بيحصني عايزة ابقى اشارك بقى ماذا؟ انا من نسبالي كتوزي كان مختلفة شوية انا خمسة صيدالة القاهرة بدأت فكرة التغير المناخي دي انا بتيت تعلم عن الاستدامة من وانا في سانوين من كذا بروجرام وحاجة طبعة الافريكان ليدرشيب اكاديمي فابتدأ فهم يعني ايه اهدف التنمان المستدامة يعني ايه كلايمت اكشن يعني ايه التغير المناخي بس بعد كده اما دخلت الكلية برضو كنت انفولفت في كذا حاجة تابعة للمركز الثقافي البريطاني اللي هي علاقة بالاستدامة السنة اللي فاتت مع قاب 27 بدأت الانيشيتف بتاعتي انا واصدقائي اسمها ريسايكلوبيديا احنا بنشتغل علاقة اوعية عن القضايا المناخية والايمليمنتيش متاعت الريسايكلينج اللي هو السورتينج ساستمز والحاجات دي للاطفال وبعد كده سافرنا كمان قاب 27 فانا انا بحس ان ده حاجة انا مهتمة بيها جدا وحاجة مهمة جدا ان احنا تم بيها الفترة دي بالزيد سلمة ومدنة وصلوا دبي مع بقية الوفد التفاوضي اللي بمثل الشباب المصري احكونا بقى عن التفاصيل احنا متكلم على مؤتمر عالمي غير مسبوق اكبر مشاركة في تاريخ كوب بنشوف عدد كبير جدا من رؤساء الدول والزعماء والوزراء وممثل المنظمات الدولية يعني فرصة مهمة جدا انك تشوفي رموز العالم كله في مكان واحد احكونا بقى من اليوم الاول نشاط الوفد التفاوضي المصري كان عامل ازاي سأل اوكي تمام طيب هو زي ما مدونة قالت احنا كان كل حد متقسم على موضوع يتابعه يعني كل حد كان بيتراك توبك معين فانا انا كنت جاية بالباج بتابع فيه انواع مختلفة انا كنت جاية كيونيساف اوبزيرفر مراقب لليونيساف فانا كنت بتابع اكتر الحاجات اللي بتخص الشباب والنشط وبرضو مع الوفد كنت بتابع الحاجات اللي بتخص الجندر فانا كنت في كل حد لحدهم يعني انت كنت موجودة ممثلة لمكانين او لمؤسستين بالزبط اه بس الباج بايد سنة ان انا مقدرش اكون جوا المفاوضات نفسها في حاجات ممكن احضرها وفي حاجات لا لانه مش بايتي باج ممكن مدونة تقدرت الكلمة اكتر موضوع بايتي بس انا كان في حاجات معينة ممكن احضرها شوفنا بقى الساشنز النقاش بيبقى يعني بيبقوا متحمسين جدا ممكن يتنقشوا ساعات في مساء كلمة واحدة ان احنا هنغيرها ايه الموضوعات اللي انت تبعتيها وحسيتي كده ان انت مهم مهتمة بيها جدا طيب هو يعني اهم حاجة هي بتبقى دايما اليوث انكلوجين مشاركة الشباب يعني بتأكيد تهم منها فهو دايما بيتكلموا ان لازم الشباب يشاركوا اكتر مثلا في الاندي سيز الاندي سيز الاندي سيز اللي هي بتبقى ان كل دولة بتقول ان انا مثلا بسنة كذا انا مثلا هقلل استخدامي للفحم بنسبة كذا بنحط النفسين اهداف معينة كل بلد بتحط النفسها حسب يعني مقدرتها فمثلا دي حاجة ان احنا لازم لا الشباب يبقى ليهم رأي او الناشئ يبقى ليهم رأي لان في الاخر هو مش بس كمان مستقبلهم هو كمان الحاضر بتاعهم فلازم ان يبقى ليهم رأي وصوت في الحاجات فانا كنت في الناحية ازي اكتر تمام مدون بالنسباني انا كنت بورتي بادش بورتي بادش دوت اللي هو يعني حد الوفد التابع للحكومة اللي هو يقدر يخش المفاوضات ويشوف ويتكلم هي متقسمة بجات يعني هي في اوبزيرفرز طبع اليوان مثلا في هوست كونتري في سيفل سوسايتي اوبزيرفرز فهو في براس بوردو فهو احنا كنا بورتي بادش اللي هو بي انا كنت انفولفد اكتر في النيجوتشيشن جوال بروسوس نفسها انا كنت بتابع حاجة اسمها الادابتيشن اللي هو التكيف المناخي التكيف المناخي ده بوردو عشان الناس بورد تبقى فهمة هو ان كل مثلا دولة بتتأثر بشكل معين بالتغير المناخية دي ازاي الدول الكبيرة اللي هي الديفالوبد كونتريز تساعد الديفالوبين كونتريز ان هي تتخطى هذه المشكلة وتحاول تصلح وتعمل مشاريع ويدوهم فاند فانا كنت بتابع اللي هي الادابتيشن بروسوس دي كنت دخلة في كل النيجوتشيشن اللي هي علاقة بالادابتيشن كنت بشوف ازاي بقى الدول يعني ده كان البوينت الفارقة من كوب 27 لكوب 28 ان احنا ما كناش انفولفد جوال النيجوتشيشن نفسها الوقت احنا كنا موجودين بنشوف الدول ازاي بتتفق ازاي بيتكلموا على كل تاكست على كل كلمة عايزين يعدلوها على كل اتفاقية فكنا جوال النيجوتشيشن نفسها طيب انتوا كنتوا جزء اكيد تم اعدادكم عشان تقوموا موجودين ضمن الجزء التفاوضي للوفد المصري حتى وان كان الوفد المصري الشبابي فكرة بقى عرض التجربة المصرية واذا قدرتوا تشتغلوا على الموضوع ده والمساعدة بقى في ان انتوا بتتكلمي عن سياغة بتحصل للاتفاقات ده كله ازاي حصل العرض التجربة المصرية واذا احنا ما كناش بنعمل كده احنا كنا بنشوف التجربة الاخرى يعني احنا ما كناش معك واحكولنا ايلا حصل لا هو يعني احنا كمصري بقى لنا الفابليم بتاعنا زي كل الدولة فاحنا طبعا كان كل يوم بيقى في فعليات وساشنز وكل حاجة حتى كان في يوم انا كنت في ساشن مع اثنين تانين برضو من الوفد الشبابي معانا لوجي وحسام وكلمنا فيها عن ازاي الرحلة من كوب 27 لكوب 28 ازاي الدولة ادرت انها تساعدنا خصوصا وزارة الشباب الرياضة ان هي ازاي خدت بادينا ووصلت صوتنا وجهزتنا لحاجة كبيرة كده وان احنا ازاي نقدر ان احنا نوسع التجربة دي منها ما تبقاش بس لتسعة انها نبقى في الاخر على يعني ان شاء الله تسعمية او تسعة تلاف او يعني اكتر عدد ممكن طب انا عايز اسألكو على ازاي تفاعلتم كده وحصل مشاركة وحوار مع وفود شباب العالم لانه احنا متكلم على منصة بتتيح يعني اكبر مشاركة من وفود سواء رسمية او حتى على المستوى الشبابي في العالم كله دول مشاكلها المناخية قريبة من المشاكل والقضايا المناخية المصرية ازاي حصل ده وده اضاف لكم ايه ان انتوا بتتعاملوا مع جنسيات وثقافات مختلفة في مكان واحد لمدة اسبوعين احنا بكلم كوب 28 استمر لمدة اسبوعين مادون اوكي بالنسبة للفود الشبابيات التانية احنا كنا بنقابل فحاجة يعني نشيد بيها ان احنا كنا تسعة وكان كل حد فينا بيفولو او بيتابع قضايا معينة الوفود التانية الشبابية حتى من دول كبيرة جدا واحنا بنعظم في الدول دايما كان اقل مننا يعني كان فينا كتير الوفود تاتها اقل بكتير جدا مننا كعدد ومش بيتابعوا حاجات معينة كانوا مفرقين ومشتتتين في الكوب يعني وهما كانوا شايفين ان عندنا المصر ان كان فيه اهتمام كبير قوي بينا وان احنا سيلكتد بطريقة معينة ان احنا مركزين كل واحد فينا على طابك كانوا حتى هما بيقولوا دايما ان فيه اهتمام في حد بيتابعك وفي حد بيوجهك فدي كانت حاجة مميزة جدا 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 لينا كوافد مصري وان احنا كمان كاول مرة يبقى وفد مصري موجود كان لنا موجودة على الساحة بشكل ظاهر جدا حتى كان في ناس تبقى عارفينة اراضي من البوستس اللي نزلت على قاب 27 ومن وجودنا ومشاركتنا جوا المؤتمر نفسه هو انا بالنسبالي الموضوع بيبقى جميل جدا ان احنا مجتمعين كل حد جاي من حتة مختلفة بس في قضايا معينة بتجمعنا واكتر ناس بحس انهم مقربين مننا طبعا العرب وفي نفس الوقت الجنوب العالمي عمتا بيبقى لانهم في ظروف مشابهة بيبقوا دايما متحمسين ان احنا نتشارك ونفكر في حلول سوا بيبقى فيه بيبقى فيه سنسوف كميونيتي كده بيبقى دايما موجود وحماس بحس ان هو يعني هو ده اللي احنا محتاجين عشان نتخطى حاجة كده طيب اكيد اتفقتوا على مبادرات اكيد اتفقتوا على اتفاقات جانبية كده ما بين الشباب مش بشكل رسمي ولكن عملتوا كده مع بعض النوع من انواع البريندستورمينج او العصف الزهني بحيث ان انكم توصلوا لأفضل نتائج فيه للمؤتمر اتفقتوا على ايه وتكلمتوا مع مين اكتر دول عرفتوا تتكلموا معاها او ممثلي دول عرفتوا تتكلموا معاها اه اوكي هو احنا كشباب احنا كنا مفووضين ما كانش حتة الانيشيتيف دي envolved في الحتة دي بس احنا انvolved فيها في مصر في الوقت ده احنا هنبدأ ان احنا نامت ولكن الشباب اللي احنا زي مثالما قالت احنا كلهم يجبنانا هدف واحد اللي هو التغير المناخي ان احنا نساعد في القليمات اكشن فتقريبا كل حد فينا كان قريدي عنده الانيش بتاعته في البلد بتاعته فإن إحنا نقعد ونكونكت ونفهم طب إنت بتعمليه في البلد طب إنت بتساهم إزاي طب إحنا ممكن نعمل إزاي كولابريشنز مثلا دي كانت حاجة مميزة جدا إن إحنا نفهم تجربتهم عاملة إزاي إزاي إدري ساهموا في مجتمعهم فدي كانت من أكتر حاجات المفيدة بالنسبة لنا الكولتشر الإكسشينج وإحنا نتبادل الخبرة والمعرفة بتاعتنا كل واحد إزاي بيشتغل في بلده كمان سالمة هي تقريبا نفس الكلام بالظبط يعني ما كانش الموضوع شغال بشكل فردي كنتوا شغالين بشكل مع بعض بشكل جروبس أو شكل وفود على بعضها النقشات كانت بتبقى في شكل مجموعات ما فيش مناقشات وان توان يعني أو كده كل يوم في كوب 28 كان بيحمل عنوان عنوان الشباب الصحة التعليم يعني عنوان كتيرة جدا الموضوعات كتيرة جدا أنا حابب أعرف منكو أهم القضايا اللي أنتوا كنتوا مهتمين بيها وشفتوا إزاي مخرجات كوب 28 يعني مثلا بيقولوا أنه هو القرار التاريخي أو الأهم زي السيد السلطان الجابر رئيس المؤتمر بيقول أنه القرار التاريخي أنه هيبقى ده بداية نهاية استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2050 بيشبق في استخدام الوقود الأحفوري لولبترول وغيره وهيبقى الاعتماد أكتر على الطاقة المتجددة شايفين التوصية دي إزاي؟ وهل هي فعلا توصية تاريخية ولا لا؟ وعموما الأيام المقسمة في كوب 28 تعملتوا مع هزاي؟ طيب تمام هو زي الحاجات اللي أنا كنت أكتر مركزة عليها الشباب والجندر وبرضو كان موضوع الفاينانس مهم جدا تمويل بالظبط التمويل لأننا محتاجين لكل مرة كل كوب بيحصل السؤال ده هنمول المشروعات التكايف البيئة إزاي؟ بالظبط لأنه مفروض يعني مفروض أنه فيه احتاجات مختلفة وحد يساعد وحد يأخذ بس تبقى دايما فيه نقاش إن لا ليه ما نساعدش كلنا لا ليه كده فأنا شايفة إن هو مقدرش أقول تاريخي قوي هو إحنا يعني قرار حلو جدا وحلو إن الدول السنة دي قدموا وعود وقالوا إنهم هيدوا مبالغ معينة دي حاجة ما كانتش بتحصل كثير قوي أخيرا قالوا إن مبلغ معين للوصن تعملتش فانت 83 مليار دولار أو غير تعهدات بس طبعا يعني اللي يجي ما يجيش واحد في المئة من اللي إحنا محتاجينه فلسا الطريق يعني لحد ما تهوي ولكن الموضوع إن الوقود الحفوري أخيرا اتحط بطريقة واضحة دي حاجة كويسة بس برضو اللغة كان محتاجة تكون أدق يعني إحنا اللي مكتوب بزبط إن إحنا والموفينج أو ترانزيشنج أوي فروم فده إن إحنا لسا مش إن إحنا مش هنستخدمه إن إحنا هنبعد عن استخدامه يعني لسا اللغة مش دقيقة للدرجة بس هي يعني خطوة في الطريق الصحيح مهارات السياغة دي أعتقد إنكم اكتسبتوها من هناك يعني من اللقاءات المتعددة سواء من كاب 27 أو كاب 28 لأن ما أعتقدش إنه لو إحنا طرحناه كده عادي حد حيبق أخذ باله من التفاصيل حد حيترجم بالشبه يعني أو بالمعنى خبراء متخصصين وتاخد بالها الموفينج أوي الموفينج أوي دي ترجمتها إيه مش قطعة مش حسينة يعني أو كان فيه دايما خناقة على الفيزنج أوت والفيزنج داون الفيزنج داون إحنا نقلل من استخدام الوقود لكن الفيزنج أوت يعني إحنا ننهي استخدامه دي كانت خناقة دايرة في النيوشي نتعلم منك يا مدنة الله مش كده طبعاً يعني إحنا مكناش فهمين دا في الأول أو فكرة الويردينج وإن كل كلمة بتفرق ليها تلبع عليها السياغ ولها دلالة معينة يعني دي السياغة دي كانت صعبة جداً جداً بالنسبة لنا إحنا طب كلايمت فاينانس ولا أديكوت كلايمت فاينانس ولا كل كلمة بتفرق جامد جداً فدي حاجة في عالم زي ما حالك قلت إحنا قعدنا كل مرة طبعاً بجد بتخانوا على الكلمة دي باين نفهم شوية لا الكلمة دي فعلا ممكن تفرق الكامة الفاصلة الحاجات دي بتفرق جامد جداً في كوميتمنت الدولة إن هي لو في الحتة دي هي التزامها مختلف تماماً غير لو الكلمة دي مش موجودة أو لو كلمة دي مختلفة شوية فدي كانت حاجة مميازة جداً جداً إن إحنا نفهمها كشباب ما كانتش سهل قوي بنسبة أنت شفتوا الوفود المختلفة من الدول المختلفة يعني أكتر ناس كانت منظمة مين وفود العربية كان فيه بينها اتفاق بحيث أن يبقى فيه عمل عربي مشترك ولا كانت الأمور عالم واحد فالقضية واحدة فكله بيقدم تجربته بنفس الشكل هو مبدئين كده الدول متقسمة جروبس معينة بحيث أن هما بيعملوا كوردنيشن ميتنج قبل الميتنج الكبير اللي مع كل الدول فمسلاً فيه الجي سيفن سيفن ده اللي بيضوم كل الدول النامية developing countries يعني وفيه جروب الافريكان جروب فيه كل الدول الأفريقية فيه الالديسيز اللي هو least developing countries أقل الدول النامية فهما متقسمين فيه طبعاً الاراب جروب فكل مجموعة كانت بتعمل كوردنيشن ويتطفقوا على موقف واحد هيطلعوا بيه تكلموا بيه في النيجوتريشن فما كانش مش لازم بكل دولة هيطلع تقول رأيها لأهم بيتطفقوا مع بعض وفي الآخر يطلعوا يقولوا رأيهم انتوا حضرتوا الجزء ده انتوا حضرتوا الاتفاقات وحضرتوا المفاوضات كل واحد سألت باتج بتاعه لأنا احنا مش بنتكلم عليكم انتوا الاثنين احنا بنتكلم على كل الأعضاء اللي كانوا موجودين الوافد كل الناس اللي معها بارتي باتج كانت بتحضر كل الكوردنيشن ميتنج ونشوف كل الدولة موقفها إيه جوة كوردنيشن ميتنج ونطلع بقى نشوف الصورة الأكبر لو هم ممثل من كل جروب بيقول بقى إيه الوضع كمان إدارة كوب 28 أطلقت منصة اللي هو البرنامج الدولي لمندوبي الشباب وتم اختيار حوالي ميت شاب من دول مختلفة وتحديدا الدول النامية أو اللي بتعاني من أضرار مناخية كبيرة دي منصة كمان مختلفة تعاملتم معها إزاي في دبي البرنامج الدولي لمندوبي الشباب يعني تعاملنا هو بتبقى دايما الاستفادة برضا نحن نسمع من وجهة نظرهم لأننا على قد ما نحن متضررين نحن برضو ما زلنا في نعمة الحمد لله فهما بيكونوا جايين يعني جايبين لنا خبرات ومعلومات إحنا ما كناش نتخيل إنه موضوع للدرجة فده بيزود العزيمة والإسرار لازم كلنا نشتغل سوا لننسبش أحد يعني دايما بيبقى اليوان سكرتير جنرل أنتونيو جوتيريز دايما بيقول لن نترك أيحد دورا ما نتركش أيحد دورا فبيبقى بنشوف الستراجلز المختلفة دايما بيحط الموضوع في وجهة نظر مختلفة إن أنا أشوف لأ دا يعني في حد محتاج مساعدة أكتر كمان نفسك كشباب كلنا نتعلم مع بعض دي حاجة مهمة جدا احنا وصلنا معاناكو لنهاية الفقرة دي كنا حابين يتكلم أكتر ونشوف تجارب كمان متميزة ليكو في دبي شرفتونا بجد كل الشكر ليكو والسبعة التانيين أنتم تسعة أول فريق تفاوضي من الشباب المصري بيشارك في كوب 28 مشاركة شبابية وكمان عليكم دور لما رجعت الحمد لله بالسلامة أنكم تنشروا فكرة الوعي بقضايا المناخ في موحدكم يعني في الجامعة في كورية أعلام القاهرة أو في صيدالة أو غيرهم لأنه بدأ الشباب كمان يهتم بقضايا المناخ العالمية بشكل كبير الفترة الأخيرة شكرك شكرا يا جزيلا نورتونا سلمة شريف مدنة عبدو نورتونا وصباح الخير عليكم شكرا